خلونا نروح مع حضراتكم لصورة وتعليق حضراتكم أكيد طبعاً تبعتم الثلاثاشر سيدة فتاة مصرية اللي تم اختيارهم من قبل فوربس كأفضل مية شخصية يعني خلوني نهاردة أكلمكم عن واحدة يعني من الستات اللي تقال عليها الست بمية ست زي ما متعودين نقول عن حفيدة حاتشبسوت وحفيدة نيفرتاتي وحفيدة المهندس المصري الأول محطب الفتاة المصرية اللي اسمها إريني استمالك إريني بنت مصرية خرجت من كلية الهندسة جامعة عين شمس وسفرت ألمانيا علشان عايزة تبدأ حياتها وتشوف كرير لنفسها هناك قالوا لها احنا مش متعرفين بالشهادة بتاعتك لا يقست ولا تراجعت ولا قالت خلاص بقى هعمل ايه لا عندها ثقة في نفسها وعندها ثقة في إمكانياتها وإنها هتقدر وتحاول في محطة هناك كانت بتستخدم لغسيل الدبابات الأمريكية وقت الحرب العالمية التانية الحكومة قالت احنا عايزين نحاولها لمحطة مية المهندسين هناك قالوا تمام احنا هنهدها ونبنيها من أول وجديد قالت لهم لأ ادوني فرصة هشتغل ست شهور من غير ما ياخد ولا ملين ومش هنهد المحطة وهنحولها لمحطة مية وبأقل التكلفة نجحت وقدرت ومن بعدها بقت إريني بتقوم بتصميم وتنفيذ محطات في معظم دول العالم في دول كبرى عملت ده في ألمانيا في تركيا في سراييفو في البوسنة في العراق في مصر في عدد كبير جدا من المحفظات بتشتغل دلوقتي في تنفيذ أكبر محطة صرف صحي وتنقية مياه وتحويل مخلفات إلى طاقة في العالم كله موجودة في الجبل الأصفر في مصر يعني هي واحدة من أهم خبراء الهندسة البيئية في العالم من المناصب اللي هي فيها بتشغل منصب استشاري البيئة ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي إريني طلبوا يعني قدموا لها يعني الجنسية الألمانية لكنها رفضت رفضت لأنه الحصول على الجنسية الألمانية هيستدعي أنها تتنازل عن جنسيتها المصرية فرفضت إريني بنت من بنات مصر الناجحات النابهات تحيي التقدير واحترام لهذه المصرية اللي صدقت في نفسها وصدقت في حلمها وبرسالة بسيطة الإرادة وصدق في نفسي كل حاجة ممكن تحصل كم واحد فينا سمع عن إريني استمالك فوسط ما احنا بنسمع في هذه الغوغاء والدوشة بتاعة عالم السوشيال ميديا وعالم الترندات وحفظين أسماء لشخصيات لا تقدم أي شيء لأي قيمة في الحياة ومع ذلك بنتكلم عنهم منشير ونعرف عنهم أخبار فوسط ده كله مهم أن احنا نعرف هذه الشخصيات المصرية العظيمة المنورة تحية تقدير واحترام لإريني استمالك الستة المصرية اللي بميت ستة